دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس إيرث القادة الأفهرق والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جراءة والعمل معا بشكل أكثر إبداعا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتثاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 والمقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وأكد أندرو ستير أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر في أفريقيا منضيفا أن العالم بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف في أفريقيا